المجسم من الحاجات المهمة جدا لقفص طيور الزينة يعني من السورات المهمة جدا اللازم تبقى موجودة في طيور الزينة في الحقيقة بنحتاج اكتر من مجسم جوه قفص طيور الزينة علشان بيتحركوا عليه وبيقضوا يومهم عليه بيطيروا من مجسم الى مجسم كمان المجسم هو العصاية او الوقافة اللي بتقف عليها الانسة ويعتلي زهراء الزكر في عملية التخصيب او التزاوج وعشان كده دي مهمة جدا لطيور الزينة المجسم البعض بيدقب على انه يركبوا من البلاستيك او المعدن ده وضع خطأ جدا لان السطح بتاع البلاستيك والمعدن بيكون املس لا يعطي للانسة فرصة انها تتشبس بيه او تمسك بيه اثناء عملية التزاوج وبالتالي بيفشل عملية التزاوج وعشان كده الهاوي الواعي بيعمل المجسم من الخشب وبيخليه الجسم بتاعه مدور ملوث زوايا ولا حواف علشان ما تقزيش رجل العصفور وما تشوهش رجله ويتم عليها عملية التزاوج وعملية التقاصر البعض الاخر بيلجأ الى غصن الاشجار عشان يحاكي الطبيعة ويعمل منه مجسم او اتنين جوه القفص ده برضو فكرة كواسة جدا ومقبولة جدا لازم كمان المجسم يكون مسبت على القفص تثبيت جيد بحيث ما يديش للطائر احساس بالخوف لما يقف عليه يشعر بالامان لما يقف عليه عشان تتم عليه عملية التزاوج وده شيء مهم جدا انه يكون مسبت بين قطبان القفص بطريقة ما بشكل ما يتهزش ولا يتحرك ولا يضي العصفور ايحاء بالخوف عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وعملوا اشتراك للقناة عشان تصلكوا كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات الى تصلنا منكم الى اللقاء في فيديو اخر تقبلوا تحياتي من قناة قناة عصفير الزينة الى اللقاء